الباحث الفاضل العالم اللغوي المشهور صاحب المؤلفات الكثيرة التي ركز فيها على إخراج خبايا وخفايا النحو باستجلاء المعاني الخفية في التراكب النحوية في الأساليب النحوية في التعابير لماذا اختلف التعبير على فلاني على فلاني كان من ضمن كتابات التي أخرجها أنه درس بعض الأعيان من علماء اللغة مما كان له جهد مميز في بعض الأبواب عنايات معينة هذا رسالته الماجستير التي قدمها في عا أحد علماء اللغة وهو ابن جني قال ابن جني أصلا هو عرف بأنه من عالم علماء اللغة ولم يعرف بأنه أحد علماء النحاة يقول حتى لما قدمت أشفق علي أصحابي معي قلب من أين تخرج ابن جني كلام في النحو وليس نحويا هو من علماء اللغة قال لكني وجدت في ثنايا كلامي في كتب مطولة كالخصائص وغيرها كلام يدل على اختيارات له في النحو على مسائل في النحو مدرسة يتبعها في النحو أصول يتبعها في النحو فكتب هذا الكتاب الذي سماه هذا رسالته ابن جني عن نحوي يعني إبراز جانب النحو عندي ابن جني هذا القصد الآن منهم وطريقته ومسائله ودراساته النحوية وغير ذلك الكتاب والبحث من تأليف أخين الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور العالم العراقي المعروف فاضى صالح السام الرائي وفقه الله وهو رسالته الماجستير هذه رسالته الماجستير طبعا الكتاب مصدرات دار من كثير طبعا طبعا قديما والكتاب هذا أخذ قبل أكثر من خمسين سنة ولدي الرسالة هذه طبعا طبعا قديما هذه الطبعة الجديدة الحقيقة أخواننا في دار من كثير أحسنوا غاية في عالة طبع كتب الشيخ والعناية بها إخراجا وضبطا وتفقيرا وتلوينا وفقهم الله الكتاب بدأ أول شي فيه بمقدمة فيه ترجمة لإعلام بن جني بين عصره وشيء من ثقافته ونشأته وشيء من ذلك ثم عرج على شيوخي وشيء من ذلك ثم عرج على تسلسل تاريخي في تطور النحو من بداياته إلى عصر بن جني وهذا مسلكم مهم جدا لمعرفة كيف استقرت العلوم عند هذا العالم ثم دائما مسألة المراعاة التسلسل التاريخي مهمة لمعرفة تطور العلم أين وقف الزيادات لهذا العالم ماذا صانع فيه ثم بدأ يفقر باقة الأبواب أبواب الأبواب كلها الباقية خادمة لعلوم بن الجني يعني ذكر الباب في مثلا موقفه من الاستشهاد من أدلة النعوة ما اسمها أدلة الصناعة الاستشهاد بالقراءات الاستشهاد بالحديث السيئة بالكلام عرب منظوم منثور وشيء من ذلك مذهبه النحوي وشيء من ذلك بعض نماذج من دراساتي ومسائل والتي كان يقوم عليها التأثير علم الكلام والفقه مصطلة الحديث في علمي وشيء من ذلك ذكر عقلية بن جني طبعا وذكر حتى عقيلته وشيء ويعني فيه اعتزال لكن هل كان شيعيا وشعوبيا او لا ذكروا بحث هذا وشيء من هذا العمل وفقه الله أتى لنا بنماذج ومآخذ للعلماء عليه ودراسات حوله يكاد يكون عندنا من أجمل الدراسات عني بن جني لكن فيما يخدم الجانب النحوي وحرر بعض القضايا نسب أن بعض التلاميذه له وليس له بعض الشيوخ وليس من الشيوخ وهذا كذا الكتاب من صدرات دار ابن كثير الباحث الفاضل العالم اللغوي المشهور صاحب المؤلفات الكثيرة هذا رسالته الماجستير وهو التي قدمها وقد فيعاء أحد علماء اللغة وهو ابن جني قال ابن جني أصلا هو عرف بأنه من عالم علماء اللغة ولم يعرف بأنه أحد علماء النحا قال لكني وجدت في ثنايا كلامي في كتب مطولة كالخصائص وغيرها كلام يدل على على اختيارات له في النحو على مسائل في النحو مدرسة يتبعها في النحو أصول يتبعها في النحو فكتب هذا الكتاب الذي سماه هذا رسالته ابن جني عن نحوي يعني إبراز جانب النحو عندي ابن جني هذا القصر الآن منهم الكتاب والبحث من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور العالم العراقي المعروف فاضل صالح السام الرائي وفقه الله طبعا طبعا قديما والكتاب هذا أخذ قبل أكثر من خمسين سنة ولدي هذه الطبعة الجديدة الحقيقة أخواننا في دار من كثير أحسن غاية في عارة طبع كتب الشيخ